حتى الماء في العراق بات ينذر بالصراع ولأن الإهمال وسوء الإدارة ضرب جميع مؤسسات الدولة في البلاد فإن متطلبات الحياة الضرورية البسيطة لا يحصل عليها العراقيون إلا بشق الأنفس المعهد الهولندي للعلاقات الدولية يقول إن الجفاف وتلوث المياه في العراق يؤثران على الاستقرار البيئي والاجتماعي والسياسي في البلاد مضيفا في تقرير الله اعتمد على دراسة لبرنامج البيئة التابع للأمم المتحدة أنه خلال العقد الماضي تدهورت منظومة توزيع المياه بشكل كبير بسبب عدم صيانتها فضلا عن تلوث مياه الأنهار جراء مياه الصرف الصحي غير المعالجة وسط عجز محطات تصفية وتنقية المياه عن العمل منظومات ري مهملة أدت بحسب المعهد الهولندي إلى انتشار التصحر والجفاف الذي أثر على 90% من البلاد ما أدى لهجرة كبيرة للمزارعين وذاك ينذر بالطراب سياسي واجتماعي كبير بدأت تتصاعد تهديداته جنوب ووسط العراق وخصوصا في محافظة البصرة برنامج البيئة التابع للأمم المتحدة قال إن الجفاف ولد نقصا بالمياه المتوفرة للتوزيع حتى وصلت دون النصف كما أن غالبية ما كان متوفرا من موارد لم يصل المستهلك الأخير بسبب عوامل تسرب المياه حتى الأنهر الصغيرة التي يعتمد عليها بعض الأحيان تعرضت للتلوث بشكل متزايد وسط إهمال واضح من السلطات أزمة انعكست على الاقتصاد فأضحى العراق الذي كان مكتفيا زراعيا تقريبا يستورد كل المحصولات الزراعية بلا استثناء ما يرجعه كثيرون إلى إهمال متعمد للقطاع الزراعي يبدو واضحا بتقاعس السلطات الحكومية عن الاستفادة من مياه الأمطار ولعل ذلك تجلى بصرخات الغاضبين وهم بين غرق في الشتاء وجفاف في الصيف ترجمة نانسي قنقر